أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقدير مصر للعلاقات التاريخية التي تجمعها بصربيا منذ ما يقرب من 113 عاماً لافتاً إلى دور الدولتين المحوري في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياس وخلال استقباله رئيس الجامعي الوطني الصربيا إيفيتسا داتشيتش أكد مدبولي أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات التنائية في مختلف المجالات وأشهد رئيس الوزراء بما شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين من تطور ملحوظ وفي السياق آخر استعرض مدبولي الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين معرباً عن تطلعه بأن تعكس نسب التبادل التجاري المستقبلية أفاق تعاون الاقتصادي الممكن بين البلدين من جانبها أعرب رئيس الجامعية الوطنية الصربيا عن سعاداته بتطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين مؤكداً العمل خلال الفترة القادمة على دفع أفاق تعاون مع مصر موسيقى موسيقى موسيقى